بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارة الاثنين تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة القسم الماضي أخذنا قرارات التسعير ثانيا بناخد إدارة التكلفة cost management تعريف إدارة التكلفة cost management تعرف عن أنه ليس هناك تعريف واحد مقبول لإدارة التكلفة لأن هذا المصطلح يحمل في طياته العديد من الاستراتيجيات والتطبيقات فهي عملية رقابة وتخطيط لتكاليف المشأة عملية رقابة وتخطيط لتكاليف المشأة بغرض ضبط التكاليف وخفضها مع تحسين وزيادة القيمة للعميل وتعتبر أسلوب مستحدث لكيفية إدارة التكاليف المشأة بطريقة تساعد في تعزيز تعزيز القدرة التنافسية للمنشأة من خلال عدة أدوات مستحدثة تمثل أدوات إدارة التكلفة وهي دي الموضوع التالي في هذا الفصل أو هذه الوحدة أدوات إدارة التكلفة بسالثاً أدوات إدارة التكلفة هي مجموعة من الأساليب والنظم التي تستخدمها إدارة المشأة في سبيل إدارة التكاليف لديها بفعالية وتحقيق مزايا تنافسية تفوق المنافسين بسبب استخدام تلك الأدوات وتتضمن من ضمن هذه الأدوات نظام التكاليف على أساس النشاط Activity Based Costing الاختصار بتاحها الأي بي سي نظرية القيود Theory of Constraints اللي هي T.O.C محسبة استهلاك الموارد Resource Consumption Accounting ال R.C.A نظام التكاليف المستهدفة Target Costing T.C نظام الإنتاج الآن Just in Time نظام تكاليف دورة حياة المنتج Life Cycle Costing LCC واسلوب الرقابة على الجودة الشاملة Total Quality Control TQC تحقق أدوات إدارة تكلفة عدة أهداف أهمها تكلفة أدق وبالتالي قرارات إدارية أكثر دقة معالجة نقاط الإختناق لتحقيق توازن خطوط الإنتاج بالمصنع الاستغلال الأمثل لموارد المنشأة مما يؤدي إلى دعم القرارات الإدارية عند كل المستويات خفض تكاليف مرحلة التصميم والتأكيد على جودة المنتج في ضوء المنافسة الكاملة لتوليد ربحية المنشأة في ضوء السعر التنافسي تخفيض المغزون وحل المشاكل التي تظهر أمام الإدارة خفض التكاليف في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مما يؤثر بالإجابة على الربحية ضمان تحقيق مستويات أعلى لجودة النظم والعمليات والمنتج النهائي لتحقيق حصة أكبر في السوق